فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كنتم لا تعلمون يجعلنا ويكم وقفين عند حدوده متبين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضلة الدكتور متولي الباراجيلة أهلا مرحبا يا دكتور أبيك سيد عحمنا ربنا يبارك فيه وفيكم بارك الله رب العالمين ومتعكم الله بالصحة والعفية ونفعنا الله بإعلمكم ولك بمثل السيدة مشاهدة اللهم أمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن من تزارة صلاة حضراتكم ليتمكن فضلة الدكتور متولي الباراجيلة من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى ومازلنا نتكلم عن زكاة الحلي بدأنا لعلنا يوم الخميس الماضي واستكملنا أمس واليوم نكمل الحديث عن زكاة الحلي شيخ الكريم وهي من المسائل الخلافية أيضا نعم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والصلاة والسلام رب الشح لي صدري والسل لأمري واحل العقدة من لساني يفتح قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل نعم استعرضنا الأدلة التي استدل بها كل فريق من أهل العلم على ما ذهب إليه فرأينا رأي الجمهور أنهم ذهبوا أنه لا زكاة على حلي المرأة المتخذ للزينة ورأينا رأي الفريق الآخر من أهل العلم وهم أكابر وفيهم صحابة أن الحلي فيه زكاة رأينا أدلة ها هنا صحيحة فذكرنا خمسة من الصحابة قالوا بعدم إخراج الزكاة على حلي الزينة وصح ذلك عنهم وفي الطرف الآخر رأينا آيات أحاديث على العموم وهذه كم من السهل أن نوجه لكن هو رأينا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه طبعا لن أذكر أدلة من أجل الوقت ذكرتها بالأبس لكن النبي عليه الصلاة والسلام حذر صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تلبس ابنتها مسكتان غليزتان سورين غليزين وقال حسبك ذلك من نار إن لم تؤدي زكاةهم وكذلك قال ذلك لخالة أسماء بنت يزيد وقال ذلك لأم نمين عيشة عندما دخلها وجدها تتزين بخواتيم كبار من فضة فأيضا قال لها قريبا من ذلك الكلام ورأينا أصارا أصرا عن عمر بن خطاب أنه أرسل إلى أبي موسى الأشعرية رضي الله عنه أن أمر نساء المسلمين بأن يخرجنا الزكاة عن حليهن وإن كان هذا الأصر مرسل لكن رأينا أصرا عن ابن مسعود قال أنه في الحلي زكاة وأيضا أصرا عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهم أنه كان يرسل إلى خازنه خازن ماله أن أخرج زكاة الحلية عن نسائه يعني عن نسائه وعن بناته طيب ماذا نفعل أمام هذه الأدلة أدلها هنا خمسة من الصحابة نعم يوجد أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مع الجمهور لكن معهم يعني ما صح عن الصحابة لكن الطرف الآخر فيه أحاديث فكيف نفعل لو استطعنا أن نجمع بين الأدلة الواردة هنا وهنا فذلك متوجب علينا طيب هل نستطيع أن نجمع ما بين ما سبت عن الصحابة وما بين أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كيف نجمع الحقيقة لو قلنا مثلا أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام على الاستحباب فذلك بعيد لأن الاستحباب لا يتوعد عليه بالنار فبعيد أن نجمع ونقول أن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج زكاة الحلية على الاستحباب فلا نستطيع أن نقول بذلك من العلماء من لجأ إلى المجاز فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما أمر في زكاة يقصد الإعارة وهذا قال به أنس على ما أتذكر يقصد الإعارة على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى يعني توعد الذين في قول سبحانه وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يرؤون ويمنعون المعون على تفسير لبعض أهل التفسير والعلم قالوا أي الإعارة إعارة الحلية إعارة الأواني فقالوا ذلك فهذا الفريق من أهل العلم لجأ إلى الجمعة قال ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام معناه الإعارة إن زكاة الحلية هي إعارته لكن حقيقة أنا أرى أن ذلك الوجه ليس بقريب ليس بقريب نواصل بعد ذلك صالة إن شاء الله أستاذ مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقريب نواصل بعد ذلك صالة إن شاء الله أنا مرحبا تفضل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقوا تدخل يا شباب هاي تفضل نعم فيه سوطان تدخل نعم شيخ كريم نستك الحمد لله والصلاة والسلام ورحمة الله والسلام فمسألة إنه الجمع بالاستحباب يعني إيه بعيد لإنه الاستحباب لا يتوعد عليه بالنعم اللجوء إلى المجاز وأن المقصد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الزكاة هو الإعارة أراه أيضا بعيدا فلا نستطيع أن نجمع فهل نقوله بالنسخ فمن النسخ كما تعلم إنه الإمام الزهري قال أعيا الفقهاء والمحدثين معرفة ناسخ الحديث من منسوخه هذا الكلام على الذي لم يصرح فيه بالنسخ فلو صرح بالنسخ كان آخر الأمرين كذا هذا لا يدخل معنى في هذا في كلام ابن شاب الزهو لكن الكلام كان المسألة التي بين أيدينا ما الناسخ؟ هل الناسخ هو كلام وفعل الصحابة أم هو الناسخ على الطرف الآخر أيضا ما ورد عن الصحابة لو أردنا أن نقوله بالنسخ فلا شك أننا سنرجح في النسخ لو أردنا أن نقوله بذلك ما ورد عن خمسة من الصحابة لماذا؟ لأن أم المؤمنة كانت تحتها بنات أخيها تامة هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وكانت لا تخرج زكاة الحلي هذا يدل أن ذلك متأخر عن بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ابن عمر رضي الله عنه وكان لا يخرج زكاة عن بناته يعني رضي الله عنه ففعل الصحابة قد يرجح معنا النسخ قد يرجح معنا لكن لا نجزم به إبه ده في مسألة النسخ لو قلنا بالنسخ سنزب إلى ما ذهب إليه الجمهور لكن الأحاديث التي معنا في الطرف الآخر أحاديث أحاديث واستبعدنا موضوع الإعارة ولجأ فريقهم من أهل العلم كابن حزم قال إن كل ما ورد في وجوب الزكاة عن الحلي ضعيف يبقى هو كده أنهى المسألة وقال إنه كل الأحاديث ضعيفة خلاص يبقى هو رجح ليس خلاف عنده لكن هذا الكلام ليس بصائب لأن الأحاديث التي وردت والتي ذكرناها بالأمس لها أسانيد صحيح لا طرق تصححها وبالتالي نستبعد من قال بتضعيف الأحاديث في رأي آخر لأهل العلم أو هناك رأيان آخر رأي قال إن أراد أن يجمع أيضا فقال نحمل ما ورد من أمر النبي عليه الصلاة من إخراج الزكاة الحلية على أنه يخرجها مرة واحدة أن تخرج المرأة زكاة حلية مرة واحدة زهب فريقه من أهل العلم إلى ذلك ده من أجل الجمع بين الأحاديث التي تبدو في الظاهر متعارض لكن هذا يحتاج إلى دليل يحتاج إلى إلى دليل أن نقصر كلام النبي عليه الصلاة والسلام وامره على أن ذلك لمرة لمرة واحدة بل زهب فريقه من أهل العلم على أن زكاة على حلية المرأة واجبة وإن لم يبلغ الزهب أو الفضة النصاب وتجد أن الكلام متوجك كما قال الإمام الشوكاني لماذا؟ لأنه في مسألة أن كانت ترتدي مسكتان غليزتان هنقول آه بلغ النصاب من زهب سوارين غليزتان يبلغ 85 جراما من الزهب لكن مع أم الوئين عائشة كانت ترتدي خواتيم من فضة تعرف حضرتك أنه نصاب الفضة 600 إلا خمسة فهل يتخيل أنها كانت ترتدي 600 جرام من الفضة؟ فريقه من أهل العلم قال أن المرأة عليها في حلية زكاة وإن لم يبلغ النصاب لكن هذا أراه أيضا مرجوحا لأن العلماء قيدوا ما ورد على الإطلاق هكذا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بما ورد من نصاب الزهب في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فأنت ترى أن المسألة كما بسطنا طيب ماذا نفعل الآن؟ كيف نرجح؟ أنا أميل إلى ترجيح ما زهب إليه الفريق الآخر من وجوب زكاة الحلية على المرأة لكن لا أنكر ما زهب إليه جمهور أهل العلم والله أعلم حتى لو أردنا أن نرجح لو تكافأة الأدلة فعندنا الترجيح بالأحوط ولا شك أن الرأي الذي قال بوجوب زكاة الحلية هو الأحوط والله أعلم دكتور مطول البراجيدي مشاهدين الكرام أسأل الله عز وجل أن يتقبل معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى فابقوا معنا السلام عليكم وبركاته ومشاهدين الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل ونرحب مجدداً بالدكتور متولي البراجيلي أهلا مرحباً يا دكتور أهلا بيك سيدا أحمد رب العالمين وفيكم بارك الله رب العالمين ومتاعكم الله بالصحة والعافية ونفعان الله بعلمكم نعم شيخي الكريم بداية نحن خلاص انتهينا أن الرأي الراجح الذي ترجحه يعني هو إخراج زكاة الحلية المقدار ما نصابها هل يكون العش أم ماذا شيخي الكريم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على صهر الله والسلام بالنسبة لنصاب الذهب بالجرامات فيكون 85 جراماً نعيار 24 و97 جراماً تقريباً من عيار 21 و113 جرام تقريباً من عيار 18 ده بالنسبة لنصاب الذهب بالنسبة لنصاب الفضة فهو نصاب واحد 600 جرام إلا 5 يعني 595 جرام أما مقدار الزكاة فهو 2.5% يعني كزكاة النقود يعني على كل 1025 جنيه نعم شيخي الكريم هل أيضاً تكون على الذهب فقط أم على الذهب والفضة والأحجار الكريمة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على صهر الله والسلام هي على الذهب والفضة أما باقي ما تتزين به المرأة من ماس أو زبرجد أو ياقوت أو غير ذلك فهذا لا زكاة فيه لا زكاة فيه ربما تقول يعني طيب ما هو اللؤلؤ والزبرجد وكل هذا ما هو أغلى من الزهب هو لم يرد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بالزكاة في هذا وإنما لأن الزهب هو المنتشر بين الناس والفضة منتشرة بين الناس لكن القليل من يتحلى بذلك فلا زكاة عموماً لا زكاة فيه اللي هو ما تتزين به المرأة إلا في الزهب والفضة نعم الشيخ الكريم سنة الزهر القبلي هل تصلى أربع ركعات متصلات أم ركعتين وركعتين الحمد لله والصلاة والسلام وعن صلى الله عليه الصلاة والسلام وورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه صلاة الليل مثنى مثنى وردت زيادة في إحدى الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى من أعلى العلم قال أن هذه الزيادة التي يدخل فيها النهار ليست بصحيحة ومن أهل العلم من صححها فكالشيخ الألباني وكفريق من أهل العلم فالمسألة فيها التنازع بناء على تصحيح هذه اللبزة في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى لكن من قلب تصحيح الحديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يشهد له يشهد للنهار أيضا على العموم أن النبي كان يصلي ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام في قيام الليل وأيضا يقول أنه لما سئل عن قيام الليل قال مسنى مسنى فربما ذلك يرجح يعني ما زهب إليه الفريق القائل بأن صلاة الليل والنهار مسنى مسنى لإضافة النهار وهذا ما أميل إليه والله أعلم جزاكم الله بشكنا كريم من تعود أن يقوم الليل ونام عن الليلة هل في اليوم التالي في الصباح يصلي 11 ركعة أم ماذا يصلي شيخ الكريم الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عائشة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نام لعارض أو لمرض ألم به عليه الصلاة والسلام كان يصلي من النهار في وقت الضحى يصلي 12 ركعة عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أن يتقبل هل حين نسأل الله عز وجل الإخلاص في كل قول وعمل ينحصر ذلك في أعمال أو على أعمال الأخيرة أم على أعمال الدنيا أيضا طبعا تفرقة بين أعمال الأخيرة و أعمال الدنيا هل هذا المصطلح مصطلح جيد أم أن كل الأعمال تكون لله عز وجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المفترض أن المسلم تكون له نية في كل عمل يعمله وفي كل عمل يتركه تكون له نية هذه النية تحول حتى المباحات لها أجر أقول ليست عبادات ولكن تحول المباحات إلى أعمال لها أجر وهذا يعني من فقه الإنسان المسلم أنه في كل عمل وإن كان حتى من المباحات يعني لم يأمر فيه الشرع بشيء ولم ينافع عن شيء مباح من منطقة وسطة ما بين الأمر والنه لو أني جعلت عن دينية دائما أني أفعل ذلك من أجل ذلك يعني مثلا النوم النوم المباحة لكن لما تسمع مثلا بعض الصحابة يقول أني أحتسب نومتي عند الله كما أحتسب قومتي لماذا أحتسب نومتي حتى أستطيع أن أقوم لصلاة الفجر وأحتسب نومتي حتى أستطيع أن أقوم لقيام لقيام الليل فكل على الطعام والشراب من المباحات لكن لو أنت عندك نية أنك تتقوى بذلك من أجل العبادة يبقى أنت مأجور مأجور فالإنسان يكون عنده فقه في هذه المسألة كل عمل يستحب نية أن تكون هذه النية لله سبحانه وتعالى نعم شيخ كريم هو الإنسان ممكن شخص يفعل نفس الشيء ويؤجر وآخر يفعل نفس الشيء فيأثم النية النية النعم النية النية هي الأصل في التفرقة ما بين عملي هذا وبين عمل وبين عمل ذك صحيح نمل أعماله بالنية أيها النمل لكل امرئ ما نوم جزاكم الله شكرا يعني قد يلبس بلابس جيدة ينوي بها الافتخار والتباهي والجهو فيكون بهذا يعني يأثم دائما كدامة كبيرة من الكبائر كبيرة من الكبائر وهو نفسه يلبس نفس الملابس من باب وأما بنعمة ربك بنعمة ربك فحدث نعم فيؤجر يؤجر من باب أيضا إن الله جميل ونحب الجمال وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبدي كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا كان له مال كثير لكن كان يضع هذا المال في التجار في الغنم وفي الإبل ويلبس أي ملابس فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهه وقال إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبد فانت جبت مثاله الملابس الملابس شوف هذا يلبس ذات الملابس متكبرا بها وهذا يرتدي ذات الملابس ليرى الناس أثر نعمة الله عليه لكن نحن لا نستطيع أن نفرق بين نية هذا وبين نية ذاك هذا عند الله سبحانه وتعالى نعم وإن كانت توجد قرائن يعني لا يتجد عبدا متكبرا تعرفه يعني عنده فراسة بيعرف اللي هو بيأتي بالعمل وهو فيه الكبر في قرائن والآخر المتواضع لله سبحانه وتعالى صلى الله عز وجل أن يرزقنا ويكون الإخلاص طيب شيخي كريم هل ينقص من إخلاصنا أن نعمل الخير لأننا نحبه يعني واحد مثلا بيحب شيء ده بيحب الطاعة دي فهل هذا يعني يقلل من أجره من أجره ومن إخلاصه نعم الحمد لله والصلاة والسلام على صور الله صلى الله عليه وسلم لا لأنت كلما جعلت العبادات محبوبة لديك يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الصلاة يقول أرحنا بها يا بلاد أرحنا بها يا بلاد ويقول عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني في الصلاة فأن تجعل العبادة هيئة محبوبة لك ده هذا غاية المونة غاية المونة أن تصل إلى ذلك أن تقبل على الله وأنت محب للصلاة أن تقبل على الصيام وأنت محب للصيام أن تقبل على الزكاة وأنت محب للزكاة فده غاية المونة كلنا يحاول أن يكون هذا الرجل أو هذه المرأة أن كل الأبادات يتأمر الله بها فأنا آتيها وأنا محب له والتي نهى الله عنها فأنا لا آتيها وأنا كاره لها نعم خدمة الأهل شايفيك نعم لأننا فصلنا قليلا أو كثيرا في مسألة الإخلاص لأننا ربما الإنسان يعمل أعمال وهو لا يدري أنه يؤجر عليها أم لا في مسألة خدمة الأهل لأنه يحبهم يعطيهم ينفق عليهم يأتي لهم بالملابس بالأطعمة بالأشربة هل إذا أخلص النية لله عز وجل يؤجر الحمد لله والصلاة والسلام وعلى صهو الله عليه وسلم إن كان إن كنت تقصد إنفاق الزوج على زوجته وعلى أبنائه فهذا واجب عليه وهو يؤجر على هذا الواجب هو مأجور على هذا على هذا الواجب وهل نظن أن ما أمر الله بي سبحانه وتعالى لا نؤجر عنه بل إن أكبر الأجر على الواجبات ثم الأجر يقله على المستحبات فما أوجبه الله علينا هو أكبر الأجر يكون فيه ما أوجب علينا التوحيد هل توجد حسنة تساوي حسنة التوحيد أوجب علينا الصلاة هل توجد حسنة تساوي حسنة الصلاة بعد التوحيد فالواجبات لا أزم أحب ما تقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى ما أوجبه علي نعم صلى الله عليه وسلم أن يتقبل أيضا نعم شيخنا كريم إذا اختلف الورثة على تنفيذ وصية الميت وإذا كانت في حدود الثلث فهل تنفذ الوصية في كل الأحوال أم يشترط موافقة كل الورثة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام إن كانت الوصية لا معصية فيها وهي معصية في طاعات وفي حدود الثلث لا يجوز للورثة أن يمنعوا هذه الوصية ولا يشترط أن يوافق الورثة على الوصية إلا إذا زادت على الثلث يعني هب أن رجلا أوصى عند موتي بأن يخرج من ماله النصف هنا بقى لابد من موافقة جميع الورثة لكن هو متقيد بما تصدق الله بيه عند موته وأخرج في حدود الثلث في طاعات فهذا لا يشترط في موافقة الورثة في ناس هتمتنع هتقول لا لن أدفع شيئا من نصيبي لا هؤلاء لأن الوصية بتخرج قبل توزيع المراس يعني يخرج الدينة أولا والديون والديون أولا ثم الوصية ثم توزع التاركة نعم شيخ كريم لو نائم إنسان نائم هل يجب علينا إيقاظه نعم شيخ كريم بكل الوسائل حتى لو كان كبيرا في العمر أو مريضا يعني وعدم المرات يعني للصلاة طبعا إيقاظه للصلاة نعم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام مسألة أولا ننظر إليها من ناحية النائم وننظر إليها من ناحية الموقز للنائم من ناحية النائم إذا أخذ بالأسباب ولم يستطع أن يقوم مثلا لصلاة الفجر أخذ بالأسباب نام مبكرا وضبط المنبه وعنده نية منعقدة أن يقوم لصلاة الفجر ولم يقم فهذا لا اسم عليه الذي يوقزه طب نبحث فيه هل يأسم الذي يوقزه الذي يوقزه هل لم يوقزه يعني أنت الزوجة تنام عن صلاة الفجر وأنت لم توقزها هل تأسم على ذلك يعني أنت المفترض وتعوانه على البر والتقوى والاسم والعدوى النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الرجل أنه إذا قام للليل وأبت امرأته نضح على وجهها الماء وكذلك العكس تنضح على وجهه الماء تنضح ما تجيبش دلو وتغرأه به تنضح يعني بأيديك كده أو بأيده ماء خفيفة بود يعني أيوة ماء خفيفة طب إذا أيقظت ولم يستيقظ النائم ماذا تفعل؟ خلاص بأنت هنا فعلت ما عليك ولا تأسم هذا إن كان صحيحا معافة نعم الكبير والمريد والمسن وصاحب الحاجة نعم أصحاب الأعذار أصحاب الأعذار هل واجب علينا إيقاظه؟ بحسب أعذاره بحسب أعذاره بحسب أعذاره يعني هل عذره يعني يؤخره أو يجعل له رخصة في أن يتأخر عن الصلاة في مقاتها لو كانت لأه رخصة خلاص لكن إن لم توجد له رخصة فلشك أنه يدخل أيضا في باب أنه وتواصل بالصبر وتواصل بالحق وتواصل بالحق وتواصل بالصبر نعم الله أعلم ما هو الحق عشان لما نتواصل بالحق خبما يحدث إذاء نعم نصر من بعض الناس تطاول من بعض الناس سكرية من بعض الناس هاي وكما نتعلم منكم هاي ما يأتي بعد ذلك الصبر على هذا الإذاء لابد هذا لابد يعني فيه وصايا لقمان لابنه قال وأمر معروف وانهى عن المنكر وبعد يعد تقول ايه واصبر على ما أصابك أنت ممكن وحد تقول له تعالى صلي يقول له خدني على أيوة أنت لن تحاسب عني أنت أو أنت ربنا أنا يعني كل إنسان يقول لك ولا تزر وزرة وزرة أخرى ويحتجوا بنصوص أو ببعض نصوص وهذه النصوص لها توجهات ولها استدلالات لكن هو يعني البعض يحفظ من الأحاديث ومن الآيات ما يوافق هوات حتى يحتجب هو يختار الآية من القرآن التي توافق هواتك امتفقها ومن الحديث ما يوافق هواتك نعم أما يعني اللي هتبقى فيها يعني ثقيلة على نفسه فهو يتركها ويقول ليست هذه نعم ولكن كل إنسان ألزم نوط يرفعون مش هو قرآن وانه مش قرآن نعم شيخ كريم مسألة إجبار الأولاد على الصلاة خاصة بعد سن سبع سنوات بل بعد سن البلوغ من عموم البلوغ ونسأل الله العفو والعفية ربنا يهدي أبناء المسلمين جميعا ويهدينا أجمعين ربما لا تجد بيتا إلا وفيه إلا من رحم الله واحد أو اثنان أو العكس نسأل الله العفو والعفية في ترك الصلاة هل ولي الأمر أو رب الأسرة واجب عليه إلزام أبنائه بالصلاة شيخ الكريم وإن لم يفعل يأثب نعم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام قال علموا أولادكم الصلاة الأساب واضربوهم عليها لعشر فهنا ضرب إرشاد وضرب وضرب تأديب فينبغي على الوالدي أن يتابع دائما الأبناء في مسألة الصلاة منذ الصغر حتى تزرع في قلبه ولا يستغنى لا يستغنى عنها ويظل تظل هذه المتابعة وكما قال الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية وأيضا كما قال الله سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها فلابد أنه نحن رعاة وكل راع مسؤول عن رعياتي فأنت مسؤول عن الأبناء ومسؤول عن عن الزوجة للأبناء إذا بلغوا وانفصلوا عن الوالدين نظلوا في التسكرة المستمرة والمناصحة المستمرة إذا كان نحن ناصح الغرباء فلن ناصح أبناء أنا فلا أقصر وأستبر على الصلاة وأذكر دائما وأستطيع يعني إن كان مكافأة السواب والعقاب لكن لا أترك أبنائي أمام عيني لا يصلوا نعم نعم شخير وصل الله أن يهدي أبناء المسلم جميعا الأب برفق ولي وكذلك الأم برفق ولي مع الأبناء صلوا صلوا والأبناء لا يصلوا بعد وفاة الأب أو وفاة الأم صلى الأبناء هل يؤجر الأب أو تؤجر الأم بطاعة الأبناء بهذا الأمر حتى رغم الوفاة أو بعد الوفاة شيخي الكريم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الأب أو الأم إذا بزل جهده ونصح ولا ترك يعني بابا للمنصحة إلا دخل فيه ودق عليه ولم يعني يستجب الأبناء ثم بعد الوفاة استجاب الأبناء لشك أنه مأجور لأنه بزل غاية جهده في نصحهم ولم يستطع للهداء يصل لله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من الشيء لكن أنت الأب متى يحاسب إذا قصر أو الأم إذا قصر في التربية قصر في المنصحة قصر في المتابعة هنا يحاسب لكن هو بزل اللهم هذا يعني ما أستطيع ما أستطيع والأمر الهداية لله سبحانه وتعالى وإلا هل قصر نوح مع ابنه وهل قصر النبي مع عمه عليه الصلاة والسلام لا بالطبع هل قصر لوط مع زوجته هل قصر نوح مع زوجته هؤلاء أنبياء وخرج من نسلهم ومن أقاربهم المقربين إليهم من لم يستجيبوا وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عمه على الأخص يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني كذا يعني يموت كمدا وحصرة على عمه الذي يتفلت من بين يديه إلى النار حتى قال يعني يا عم قل لا إله لو على فراشت يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله يوم القيام ومع ذلك مات على على الكف ونزل قوله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببته لكن الله يهدي من يشاء فأنت محاسب على بزد الوسع أنا بزلت الوسع وهذا ما أستطيع لك إن سألت القلب ليست لي يعني الهداية هدايتان هداية دلالة ودلالة وهداية قلوب أيها نعم يعني هذه وتلك هذه وتلك نعم تعريف بسيط لهم نعم الهداية نوعين المنفي في قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء هو هداية المعونة هداية المعونة هداية المدد التي هزي من فيها عن كل أحد لكن الله سبحانه وتعالى قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت له لداء إنك لا تهدي إلى صراط المستقيم وأثبت له هنا الهداية ونفع عنه هنا في الآية الأخرى الهداية فالذي يهدي له النبي سبحانه وتعالى هداية الدلالة أنه يدلك على الصراط المستقيم إنما المعونة وهذه ليست إلا إلا لله سبحانه وتعالى اللي هي المنفية عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه ليست لأحد عليه الصلاة والسلام طب كم الإنسان يعني ينصح الأبناء والأحباب والجران والأقارب والزملاء في العمل وخاصة نحن في وقت أو في زمن ربما يكون الزميل لا يصلي وزميله يصلي ولا يهتم الذي يصلي ودي أيضا من عموم البلو حتى ما فيش أمر بالنصيحة ما فيش تعالى صلي معايا ما فيش ما بتصليش ليه ما فيش لا أنا بصلي وأنت ما بتصليش خلاص دي مسألة كانها حرية شخصية هل زميل العمل إذا لم ينصح ويتناصح مع زميله في العمل أو بعجاره يأثم شيخي الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على صور الله عليه الصلاة والسلام الأمة أمة الإسلام ميزة بأنها أمة الأمر بالمعروف والنهي على المنكر قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون على المنكر وتؤمنون بالله أخر الإيمان بعد الأمر والنهي فمن خصائص هذه الأمة ومن أسباب خيرية هذه الأمة أننا نأمر بالمعروف وننهى وننهى عن المنكر وهذه وظيفة الأنبياء فالله سبحانه وتعالى أعطى وظيفة الأنبياء لهذه الأمة وهي الأوامر أن نأمر وأن ننهى فالإنسان لابد أن يبذل ما في وسعه للآخرين إذا رأى منكرا يغيره على حسب استطاعته لحديث النبياء السلام الذي تعرفه وطوارفه لجميع من رأى منكم منكرا فيغيره بيدي فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع بقلب وذلك أضعف الإيمان فنحن أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نظل نتواصى بضوابط الأمر وضوابط النهو هذه مسألة فيها تفصيل ولها ضوابط يعني متى تدخل متى تخرج ومبد أن نعلم أنه أنه في يعني أنا الذي أقول وأنت الذي تتلقى وفي مسألة بيننا طب أنا عندي جاهزية لأن أقول وأنت ليست عندك جاهزية لأن تستمع ده بقى فقه الدعوة يحدث نفور هنا لا أنظر إلى نفسي فقط وإنما أنا أنظر هناك طرفان أنا لابد أن أختار الأوقات التي يكون فيها قابلية عند الطرف الأخر وليس تدلب يحدث دائما مع المشاكل بتحدث من هنا أنه يأتي يأمر وينهى كأنها أحجار يلقيها في وجه الناس لا المسألة لها فقه لا فقه لها ضوابط ولابد أن تعرف أنه المسألة ليست من طرف واحد مسألة من طرفين فلابد أن ترع الطرف الأخر نعم شكري معنات صالد السلام عليكم وعط الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهل ومرحبا شيخنا وصدحنا للله وبركاته وفكة بارك الله نعم حضرتك أنا أقول تعزل الشيخ بالنسبة للآية اللي هي مش متذكرة هو بس في لها تقريبا ذوق أنك أنت العزيز الحكيم العزيز الكريم يعني 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 الآية تفسير تفسير الآية بالظلط هو أنا أنا بس وضحتها بس مش فاكرها بالظلط يعني حاض الصلاة كيبنا ولنا بس الشيخ كده وصدت بس يفصل لها يعني تعزيز كريم بالنسبة للحساب يعني تفاهم السؤال الثاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم شكرا كريم نجيب الأخ الفاضل نعم الحمد لله والصلاة الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في قوله سبحانه وتعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم ذوق النار وادخل النار فإنك أنت العزيز الكريم الذي كنت تدعي أنك عزيز في الدنيا أين عزتك الآن وأين هل هذا يدخل فيه تحكم من باب السخرين وهذا يعني ينظر فيه إلى القراء التي قبل الآيات وبعد الآيات يعني هو ما عزيز ولا بالكريم لا هو مدعي لذلك هو مدعي فمهان كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى فأنت تدعي أنك عزيز وأنك تدعي أنك كريم واليوم يعني نقذفك في النار فأين عزتك وأين كرامتك أين ذلك فهذا من باب التهكم والسلوب من باب السلوب التهكم والسخرين نعم شيخ كريم الشيء الشيء يذكر سأل يسأل ويقول هل كراءة الأدب والكتب والثقافة العامة تعد مضيعة للوقت وهل يجب علينا ألا نقرأ إلا في الكتب الدينية وهل يكون علينا أن نعلم ونتعلم أو نعلم ونطق في نون الأدب مثل كل العلوم والمعارف كفرض كفاية نعم شيخ كريم الحمد لله والصلاة والسلام على رصو الله عليه الصلاة والسلام هو الذي كان موجودا في أيام النبي عليه الصلاة والسلام هو الشعر والنسر كان موجودا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى الشعر صلى الله عليه الصلاة والسلام وقال أصدق كلمة قالها لبيت على كل شيء ما خال الله باطل فكان يستمع وكان يستمع حتى وصل سماع إلى مئة بيت عليه الصلاة والسلام فكان يستمع فهو ما قالته أم المعيشة والضابط لما سئلت عن الشيقات هو كلام حلال وحلال وحرام وحرام فنحن نقيس النسر اللي هو الأدب يعني على الشعر فيعني مثلا أمسك رواية يتكلم فيها صاحبها عن المجون وعن الخلاعة وعن الفسق وأقول أنا هنا أقرأ من أجل أن أتسقف لا إنما إن كان الأدب يدعو إلى القيم الأخلاقية وإلى إقامة المجتمع على الفضيلة فأقرأه لكن إن كان يدعو إلى العهر وإلى التعري وإلى غير ذلك فهذا أأسم إذا تناولت هذا الأدب يعني هو هيأخذ نفس ضوابط الشعر هو كلام حلال وحرال وحرامه وحرام وحرام إنه من البيان إلى سحرا كما هو المصطف صلى الله عليه وسلم نعم فبضوابط اللي هو الأدب الأخلاقي أيه هو يدعو إلى المسل المسل العليا وإقامة المجتمع على الفضيلة نعم إن كان بذلك والفحش والأري ونحن نرى كثيرا من يعني من الأدب أو من الروايات يعني يكتبها أصحابها ولما تقلب فيها تجد أنه يعني يصور مجتمعا ماجنا وعني ماذا تأخذ من الرواية أو من القصة فتأخذ أنه الشباب يعني يستسهلون ذلك نعم يستسهلون ذلك حتى بعضهم كان ولن أذكر اسم الرواية لكن حدثني بعضهم عنها أنها وزعت يعني عددا كبيرا جدا فقلت أرنيها فقلبت في صفحاتها وجدت أنها تدعو إلى الرزيلة مش تدعو الرزيلة مباشرة لا لكن بين سناياها ما يجعل من يقرأ يستسهل يعني إيه المعصي نعم لكن لو فيه أدب عفيف طيب يدعو إلى كل شيء طيب لا مأس لا مأس بزيار كالشعر تمام بارك الله فيه هل يصحه شيخي الكريم دكتور متولي قراءة صورة الكهف كل ليلة لزيادة الرزق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أعلم حديثا أنه تقرأ صورة الكهف كل ليلة من أجل زيادة الرزق إنما ما ورد عن ابن مسعود ده هو صورة الواقع وهذا حديثه لم يصحه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف هذا الذي ورد فيه القراءة الواقعة من أجل زيادة الرزق ولم يصحه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أمرأة تسأل تصلت بأختي يعني في الشباب في الكنترول وإحنا نارضة عندنا مشكلة في الاتصالات الحمد لله رب العالمين بس معي أسئلة الحمد لله تأتينا من بعض الأحباب فنعتزر إذا لم تتمكنوا من الوصول إلينا بس إن شاء الله تعالى ستحل أو في طريقها للحل إن شاء الله تعالى الأخت تسأل الشباب شيخ كريم هي الحمد لله وضعت بنتا أنثى الزبح هل لابد أن يكون في بيتها شيخ كريم كي تؤجر أم في أي مكان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هي مأجورة عن العقيقة والعقيقة في أي مكان وكل من يعق يعق عنها تزبع عند الجزار فهي مأجورة عن الزبح في أي مكان نعم شيخ بارك الله فيكم إذن في أي مكان في أي مكان المهم أن تزبع المهم أن تزبع إن كان الزبح في البيت يدخل الصرور على الأسرة نعم ودعوة الأهل إلى الطعام يدخل الصرور لكن لا مانع إن لم يكن هناك مكان في البيت أن تزبع عند الجزار وأن تأتي بالمسبوح إلى البيت أو حتى أن تسوي عند من يسوي وتأتي به إلى البيت وتوزعه في مصاريفه نعم شيخ كريم هو حديث الواقعة صورة الواقعة ضعيف أم لم يرد حديث الواقعة هو لم يرد يعني أصدك أنت لقصت له يعني ليس له سند نعم هو ما أعلمه أن ابن مسعود يعني هو هذا الكلام منسوب إلى ابن مسعود نعم منسوب إلى ابن مسعود لكن هل هو لا أصد له يعني ليس له سند أم هو ضعيف لأن مسألة يعني إيه تحتاج إلى بحس يعني لكن هو ما نعرفه أنه ضعيف سواء كان لأصد له طب تمام هنقوله ضعيف نعم هل يؤخذ في فضائل الأعمال لا لا يؤخذ به في فضائل الأعمال لأن يعني مسألة فضائل الأعمال ألا يكون أنت حدناك بتقول لا أصد له يعني أشده لو هو لا أصد له يعني أنه أشده ضعفا عندما وضعه بعضهم وليس له إسناد فمسألة العمل بالحديث الضعيف لها ضوابط لها ضوابط وليس هو المذهب الراجح عند أهل العلم فإننا لا نرجح العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهذا ما ذهب ليه الإمام البخاري والأئمة الكبار ومن قال بالعمل بحديث الضعيف في فضائل الأعمال وضع له ضوابط أن يكون الضعف أن يكون الضعف ضعفا غير شديد وأن يكون في فضائل الأعمال وأن يندلك تحت أصل عام وقال لا يعتقد عند العمل به ثبوته وقال لا يعني ينشره بين الناس كحديث عن النبي عن السلام يعني أنت تقرأ كذلك رسالة فتقرأ رسالة وإقرأ صورة الواقع عام كل ليلة يعني ايه من أجل رفع الفقر ومن أجل الرزق طب ما أنت نشرته ضعيف نشرته وهو ضعيف فبالضوابط التي ذكرتها دي يعني من قال بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وقال أرى أن ذلك هو الرجع في الصحيح كفاية نعم بارك الله فيك في الصحيح غنية وكفاية هل تأسم الزوجة بعدم اهتمامها بنفسها وتزيينها لزوجها شيخ كريم الحمد لله والصلاة والسلام على صور الله عليه الصلاة والسلام لا شك أنها تأسم لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في المرأة التي التي يتزوجها الرجل فبيّن من صفاتها في الزوجة بيّن من صفاتها إذا نظر إليها صرت فالتجمل والتزيّن هذا مطلوب بل كان الرجل يتزيل للمرأة ابن عباس يقول إني أتجمل زوجتي كما أحب أن تتجمل لي والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر الصحابة عندما يرجعون من الغزو قال لي يدخلون على زوجاتهم نهارا عليه الصلاة والسلام يقولوا يدخلوا عليه على أهلكم ليلة قال الأول يأتي بيّن إلى المدينة يصلون بل إنه في غزو من الغزوات لما وصلوا نهارا نبي عليه الصلاة والسلام أمر بزبح بقرة أو ناقة وشواءها وأكل الناس منها ولم يدخل الرجال على زوجاتهم لماذا؟ قال حتى تمتشت الشعسة وتستحد المغيبة المغيبة يعني تتزين لزوجها فالمرأة التي تهمل في نفسها لا شك أنها آثمة هل من السنة دعاء أثناء الوضوء شيخ كريم دكتور متولي اللهم عافني في بدني وبارك لي في رزقي ووسع لي في داري لا أثناء الوضوء لا أعلم دعاء في أثناء الوضوء وإنما هو ما ورد في الوضوء وبسم الله قبل الوضوء وبعد الانتهاء من الوضوء قال رب اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك إلى باقي الدعاء لكن لم يرد دعاء أعلمه في أثناء الوضوء بعضهم مثلا اللهم يعني عند يمسك اللهم يجعلني أستلم كتابه يميني ولا تجعلني أستلم كتابه بشمياني اللهم أنقذ عيني من النار كل هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أسمع بعضهم يأخلوا هذا ما أنا أسمعه أيضا كل عضو لدعاء له دعاء عنده وهذا ليس بصحيح لم يرد أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك هو وحش ما هذا دعاء طب ما أنت جعلت دعاء في عبادة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان فيها الخير ما تركها الرسول الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام الإنسان ما يألفش في الأدعية خصوصا في العبادات اللي هي التوقفية أيها أو يعني يقول أدعية لم تثبت عن النبي صلاة والسلام لم تثبت سبحان الله ده شوف ابن عمر لما عطس أحدهم فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وأنا مثلك أصلي على رسول الله لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمنا هنا في هذا الموطن وده عطاس بقى مش هضوء أن نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بل أمرنا أن نقول الحمد لله فقط فأنا شوف بقى وبدأ به وأنا مثلك أقول أصلي على رسول الله لكن في هذا الموطن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال شوف بقى يحتاج بقى الأخ بيقولك والصلاة عن النبي وحشة وهيقول كده والصلاة عن النبي وحشة عليه الصلاة والسلام يا جماعة محبكين لا أصدف العبادات التوقيف إلا أن يأتي نص يجوز هذه العبادة نعم شيخ كريم بارك الله فيكم أخيرا هل هناك أكثر من صيغة لدعاء استفتاح الصلاة آه الحمد لله والصلاة والسلام هناك صيغة كثيرة صيغة كثيرة لدعاء استفتاح الصلاة من الصيغة الشهيرة اللي في الصحيحين اللهم باعت بيني وبين خطيائك باعت المشق والمغرب اللهم نبقيني من خطيائي كما ينقص ثوب الأبيض من الدناس اللهم احسنني من خطياء بالماء والسلج والبر ومنها صيغة أخرى سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إلى غيره ومنها صيغة أخرى الله أكبر كبير الحمد لله كثير سبحانه الله بكرة ونقصة أخرى أطول من ذلك نعم شيخ كريم دكتور متولي البراجيني جزيكم الله خير ربنا يا بنا نفع نظام بعلمكم ربنا يا بنا وأشهد الله أني أحبك في الله أحبك الله زيحتني اللهم أمين يا رب العالمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمة نعتذر عن عدم الاستطاعة يعني البطل اللي دخل علينا ومكالمة متفردة جزا الله خيرا وأيضا في بداية اللقاء كان في بعض التدخلات في الصوت لكن إن شاء الله تعالى عليه خير أسأل الله عز وجل أن يتقبل مننا ومنكم صالح العمال أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويقوم الإخلاص في القول وفي العمل هذا وبالله التوفيق سبحانه الله وبرحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك دونتم في طاعة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا اشتركوا في القناة